منتخب مصر الأولمبي خسر مبارح قدام فرنسا بنتيجة 3-1 في نصف نهاية أولمبيات باريس 20-24 هيلعب منتخبنا يوم الخميس الجان شاء الله مع المغرب على الميداليا البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه تفاصيل أكيد طبعا عن الماتش والاستبتاع الحقيقة اللي شافوا كل المصريين مبارح لأن اللعبة كان بقوة وكان مشرف وقدرنا نحقق المنافسة على المركز الثالث اللي هيكون في المباراة القادمة لكن خلونا نتكلم عن تفاصيل اللعبة وإن اللي حصل وإزاي هنبص للماتش اللي جاي اللي هنقابل فيه المغرب وكل ده ما عضفنا فيه الاستوديو الأستاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي صباح الخير صباح الخير عليك يا هيبة صباح الخير يا محمد صباح الخير على كل مشاهد صباح الخير يا بصر ما نقدرش نقول إن هي ما كانتش أمسية ممتعة أكيد أكيد طبعا يعني بصراحة شكرا لكل كتيبة رجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي شكرا للعيبة اللي كانوا رجالة فعلا قدوا مباراة أكثر من رائعة على مدار مشوارهم بالبطولة نحن عايزين نبدأ نتكلم من دور المجموعات البداية ممكن ما كانتش يعني زي ما كنا بنتمناها قوي التعادل مع الدومينيكان ثم الفوز على أسباكستان بفوزه بأداء بشكل كويس ثم مباراة أكثر من رائعة والفوز على المنتخب الإسباني منتخب اسمه لي كبير كبير جدا على مستوى القارة الأوروبية ومباراة ملحامية مع برجوي وبتتخطى دور الربع النهائي بعد وقت إضافي وبعد الوصول لرقالات الترجيح وعن جدارة واستحقاك بتوصل للدور النصف النهائي ثم مباراة أمس احنا مش بس كنا بنقابل صاحب الأرض وفي وسط جمهوره أكثر من خمسين ألف متفرج موجودين منتخب مميز جدا مدير فني عبقاري على الخط تيرين ري أسطورة من أساطير المنتخب الفرنسي مش بنقابل ده بس احنا كمان بنقابل الضغط والإيجاد اللي على منتخبنا احنا احنا أساسا لعبنا مباراة برجوي بوقت إضافي وبوقت أطول من منتخب فرنسا اللي كان تخطى منتخب الأرجنتين فروبع النهائي يعني ما كانش مجهوده زي المجهود اللي احنا عملناه فكان عندنا أكثر من تحدي في مباراة أمس ورغم كل ده احنا قدمنا شوت أول أكثر من رائع في مباراة أمس صحيح كنا أكثر من ند وقفين في الملعب بشكل كويس جدا التمركز كان أكثر من رائع القرى ما بتتفقدش بسهولة كنا احنا الطرف الأفضل في الشوت الأول بين الشوتين يعني نقدر نقول بقى تيرون ري يعني حط بقى التعليمات البنية بتاعتهم هما تقريبا تفوقوا أول عشر دقيق بس في الشوت الثاني وبرغم من ده برضه منتخب المصر يقدر إنه هو يقف على رجله من تاني ويكون موجود آه هما ضيعوا أكتر من فرصة وحمزة علاء تصدل أكتر من فرصة بتقابل منتخب فوسط أرضه وفوسط جمهوره مش منتخب هاي أبدا رغم كل ده اتقدمت بهدف لكن على مدار بقى سير المباراة وبيقدروا هما في النهاية يدركوا التعادل ثم بعدها المباراة تمتد لوقت إضافي ثم النقطة الفاصلة في المباراة وعمريت الطرد بتاعت عمر فايد أنا بصراحة دايما بنقول دايما نحنا بنناشد لعبتنا ما تفقدش إنذارات أو ما تاخدش إنذار متبرع أنت به ببلاش ببلاش يا عمر يا فايد كان إنذاري الأول إنذاري على الطرد ما كانش ليه أي داعي الإنذاري الثاني طبعا كان لازم يمنع الهجمة فاضطر اللي هو يخرج هو حتى ما اعتردش والعيبة كان أمر مفروغ منه كان اضطر ده فعلا للأسف مستحق ولكن كانت نقطة مفصلية في المباراة في ديها 92 لعبنا الشوتين اللي ده فيهين بشكل كامل عن نقص عددي وأعتقد ده كان هو النقطة الأسية اللي خلت المباراة تخرج بتلاتة واحد طيب مع بداية الشوت الثاني زي ما أنت قلت كده تيري أونري حط البصمات بتاعته طبعا صحيح بصمات ميكالي فين؟ هل دي قدراته؟ هل دي الدكالي كانت موجودة؟ ده آخرنا هل الإجهات كان مسيطرة على كل اللعيبة؟ شوفوا يعني ميكالي عادة ما بيعملش تغيرات بوقت سريع بس احنا كنا منتظرين حتى في ديها 75 كنا لازم نرمي ورقة لأن الجهات كان واضح يعني حتى محمود صبر نفسه لازم تفوق العيب محمود صبر نفسه صاحب الهدف قبل تسجيل الهدف بدقائق كان واضح عليه الإجهات كل اللعيبة كان بدأ المخزون البدني يقل عندهم وخصوصا زي ما قلت لك مع ضغط المباراة والتلاحم بتاع منافسات الأولمبياد والشوت الإضافي اللي كان في مباراة ربع النهائم أمام براجوي كل ده سبب الإرهاق حتى زيزو كان يعني يا دوبك استشفاء وتمرينة وحيدة بس ولعب مباراة أمس أحمد عيد غاب عن المباراة أيضا بسبب الإصابات فكان فيه إجهاد على الجميع بس يمكن ما كانش فيه أوراق ربحة كتير على الدكة مع روجيرو ميكالي فهو اعتمد على العناصر الموجودة وفكرة الانسجام اللي موجود بين ده اللي خليه أخر التبديلات فده أخر التبديلات شوية كنت أتمنى أن ممكن فكرة الدفع بقى سواء أحمد عاطف قطة أو زياد كمال أو حتى عناصر في الدفاع أن هي تحاول تأمن شوية ولكن في النهاية يعني قدر الله مش هفعل الأداء إجمالا أداء رجولي وأداء يعني يرضينا الوصول للمنطقة دي طوالنص في النهاية في أولمبياد باريس وفي محفل عالمي زي ده بالمجموعة دي أعتقد أداء يشكر عليه المنتخب الأوليبي أستاذ عبد الحميد تتفق ولا تختلف مع اللي بيقولوا إن ميكالي معندوش احتياطي بنفس قوة اللعيبة اللي بتلعب فبالتالي ما عملش التغييرات المطلوبة دي حقيقة أنا متفق تماما في عجوزية دي الأسكواد اللي موجود أصلا مع المنتخب الأوليمبي هو يعني زي مقولوا على قدر اللي الموجودين بس عنده فهو اختار المجموعة الأساسية اللي بتلعب معها حتى الأسماء اللي كانت البعض قال أنها كانت ممكن تنضم من خارج القيمة دي زي عمر الساعي مثلا نجم الإسماعيلي زي حسام أشرف وهو أحد هداف الدوري موجود في بلدية المحلة كانت قال أنه ممكن يكونوا تدعيم للقيمة ده بخلاف طبعا الأسماء اللي ممكن تكون فوق السن لأننا ما ضمناش غير اتنين بس طبعا محمد النيني وزيزو وأنا عايز أشيد بأداءهم جدا على مدار بطولة وبأكتر من لعب بالمناسبة على المنتخب حارس المرمى كمان حمزة علاء حسام عبد المجيد إبراهيم عادل كلهم أحمد نبيل كوكا كلهم أسماء يعني علامات فارقة في الأولمبياد ده وأتمنى إن شاء الله أنهما يبقى ليهم عروض احترافية في الفترة اللي جاء لأنهما يستحقوا ده بصراحة فأعتقد أن الميكالي كان موجود معالي سكواد اللي هو يدوبك حفظه والانسجام ما بينهم فما كانش عنده فرصة أنه هو يغير كتير في التبديلات طيب ناس كتير وأكيد أنت طبعا شفتوا تبعت مشيلين عمر فايد اللي لازم بنقول كانت مفصلية وحتى الهدف الأولاني كان بسبب ورد شوف خلينا نتفك أنه كان فيه صغرة دفاعية طبعا وندرب خط الدفاع في جون ماتيتا اللي هو تعادل بس أنا عايز أقولك يعني تقريبا من الديئة 55 ووضح المخزون البدني كده الدنيا هديت وإحنا كلنا الناس اللي متابع يعني مستنية استقبال هدف في أي لحظة من اللحظات فهو عمال يتأخر يتأخر عشان كده احنا قلنا كان ميكالي ممكن يكون فرصة أنه يبدأ يدفع بتنشيط شوية في أوراق تنشيط تاني بدنيا تخرج بنص ملعبك حتى وتأمن منطقة نص الملعب ولكن في النهاية زي ما قلنا هو ما كانش عنده أوراق كتيرة خارج الدكة ولكن في النهاية زي ما قلنا التعادل مع منتخب فرنسا في الأجواء دي وبعد طرد طبعا عمر فايد يعني أنا مش عايز أقول أنه نحنا هي في النهاية خسارة وخسرت فرصة الضمان ميداليا بس طبعا لسه إن شاء الله متمسكين في مواجهة الخميس وفي النهاية طبعا هتبقى ميداليا عربية سواء احنا أو منتخب المغرب بس إن شاء الله تكون ميداليا برونزية مصرية أتمنى أن ده يحصل ولكن احنا كان نفسنا نقدر نوصل النهاية لأن ده كانت في إيدينا بشوية تفاصيل بسيطة كنا ممكن نوصل لده طب هتشوف ميكالي في الماتش الجاي بخطة مختلفة يعني مبارح في الشوت التاني لقينا نص الملعب ببتدى يفضل كده وفي صغرى موجودة هل هيعيد ترتيب أوراقه تين؟ أو أعتقد أن أحمد عيد ممكن بردو مالحاش يعني في الأسماء اللي مش هيقدر يغير فيها كتير ما فيش حد خرج برح يعني مصاب أو حاجة هو بس عمر فايد اللي هيتغير علشان الطرفة مش هيبقى موجود في المباراة القادمة أعتقد هيبقى تغيرة في منطقة الدفاع إنما باقي العناصر يعني ميكالي مش من المدرسة اللي بتغير كتير هو دائما بيحب يحافظ على الشكل الأساسي بتاعه والانسجام اللي موجود فمش هيغير كتير هو هيكون بس بديل لعمر فايد في قلب الدفاع أعتقد مش هيغير عن كده طيب من الحاجات اللي أنا شفتها مبارح على سوشال ميديا بعد الماتش احنا بقى عندنا جمهور سوشال ميديا ده بقى خلاص أمر واقع في منهم فعلا اللي فهم كورة وفي منهم الحماس شوي لكن كان فيه اتفاق من الغالبية على إن المنتخب فعلا عمل اللي عليه وبيوجه الشكر فعلا لمكالي إنه فعلا عمل عليه وصنع من اللعيبة دي في منهم لعيبة ما تلعبش أساسية كمان صلاح منهم أبطال صحيح أنا متطفق مع الموضوع ده وأعتقد ديها الغالبية العظمى في حتى كلمة الأداء المشرف اللي احنا كنا بنرفضها لا أنا شفت اتفاق على إن احنا فعلا أدينا أداء مشرف منها كان فعلا أداء مشرف لأن زي ما أنت حررتك قلت يعني العناصر ديت حتى النجوم منهم ما بيلعبوش كتير أساسيين في فراغهم يعني قلمة يعني ممكن تعد اتنين تلاتة بس موجودين في المنتخب دوتهم اللي بيلعب أساسي ممكن حسامة فيصل في البنك إبراهيم عادل مع برامد حمود صبر ما كانش بيلعب أساسي يعني كان مؤخرا بس بدأ يظهر حسام عم جيد ماشي شحاتة يا دوبك لسه داخل في سكواد الزمالك فمش كتير من الأسماء اللي كانت بتلعب أو حتى على الأقل لو احنا بنتكلم في أكتر من سيزون يعني المفروض للعناصر دي تحت تلاتة عشرين سنة احنا بنتكلم في أن مفروض تلاتة أربع سنين الأسماء دي كلها بتلعب أساسية ده ما حينش موجود فيشكر ويحسب ليه روجيرو ميكالي وجهازه الفني حمزة علاء حارس احتياطي أو حارس ثالث في النادي الأهلي فكل ده لما يظهر بالشكل ده في أولمبياد باريس لا أعتقد أن هو أداء مشرف ومش مجرد كلمة أو كلاشية ثابت بنقوله ولكن ده فعلا اللي ظهر في المباراة اللي تلعبت في البطول أيو طيب شايفوا راسنا زي في الحصول على البرونزية في الماتش الجاي قدام المنتخب المغربي ومين اللي بتعول عليه يعني المهاجمين اللي حطت كده فوكس عليهم أو هتقول أن ده ممكن يحقق لي الهدف خلانا نتكلم الأول فنيا وبواقعية شديدة منتخب المغربي على مستوى الأفراط على مستوى اللعيبة المحترفة اللي موجود عنده على مستوى الأداء اللي ظهر كمان في البطولة بالمناسبة كانوا مرشحين جدا أنهم يوصلوا للنهاية أيضا في مواجهة أسبانيا منتخب المغربي يمتلك أفضلية فنية ولكن على المباريات اللي احنا شفناها من منتخب مصر سواء أمام أسبانيا أمام برجوي حتى أمام فرنسا اللي خسرناها لا إحنا رجال وواضح أن احنا بنقدي بشكل كويس جدا وبنقدي بتركيز كويس جدا فالمباراة 50-50 رغم الأفضلية الفنية الظاهرية أو على مستوى الأفراد وعلى مستوى أسماء الأندية وعلى مستوى المحترفين للمنتخب المغربي رغم الأفضلية دي إلا أن أنا شاف أن المباراة 50-50 أتمنى أن يكون فيه توفيق لعبتنا رهيم عادل لمحمود صابر لأحمد زيزو السلاسي اللي تحت أسامة فيصل أتخالي إن شاء الله هيكون لهم دور كويس جدا في مباراة الخميس القادم ويقودون إن شاء الله للتتويج بالمدالة البرونزاية إن شاء الله إحنا بنوصل لمرمة الخصم لكن في النهاية بيبقى عندنا مشكلة كده في إنهاء الهجمة أو في تسديد الكورة بشكل عام على المرمة بشكل مباشر المشكلة دي إزاي نعالجها؟ إزاي مثلا ميكالي عالجها حاجة زي دي؟ شوف هو طبعا ميكالي مدي يعني تعليمات فنية لأسامة فيصل أنه ينزل كتير فأسامة حتى إحنا شفنا في أكتر من كرة في نص ملعبنا أو كمان في منطقة 18 بتاعتنا بيعمل الدور الدفاع عشان كده هدف مصر في البطولة هو الجناح إبراهيم عادل وهو طبعا أحد كبات المنتخب وأحد النجوم المميزة لأن المهاجم بينزل يبقى زي محطة زي ما بنقول عيب أعتقد أن فكرة إنهاء الهجمات دي بتعتمد على الوصول الكتير للمرمة بتاع المنافس وأن يبقى فيه أكتر من هجم عندنا وسواء ينهيها زيزو ينهيها إبراهيم عادل ينهيها أسامة فيصل مكالي مش حاطة فكرة الرأس الحربة الصريح إنه هو ده بس اللي بيخلص الأهداف أو الهجمات أعتقد إن شاء الله مع اللعب المفتوح واللعب بأرياحية في مواجهة المغرب هيكون فيه فرص هجومية لنا بشكل أكتر وأكتر وتحديدا للسنائي إبراهيم عادل والأسامة فيصل شفت إزاي تصريحات أنري في أعقابة المطش ما قبل المباراة قبل المباراة وأكيد فيه تعليق بعد صحيح هو كان بيكلم باحترام جدا على المنتخب المصري ما قبل المباراة قال إنه مش سهل إنه إحنا يبقى منتخب في المتناول أو إنه إحنا نقدر نتفاق على المنتخب المصري هو كان صريح جدا وصادق فعلا في تعليقه دوت لأن المنتخب فعلا قدم مباراة بصراحة ملحمية أمام برجوي وقدم مباراة جيدة جدا أمام أسبانيا في ختام دور المجموعات أتخيل إن تيري أونريا حتى على الخطوط في الأمس كان واضح إنه هو يعني قلقان جدا ومتركب جدا على مدار المباراة وده كان باين أول ما تعدل معنا شوف الفرحة اللي كان فيه كان فرحة كبيرة جدا ومع جمال الهدف التاني كانت تحس إنه هو يعني بيتنفس صعداء زي ما بيقوله عمل لك حسابي طبعا بكل تأكيد لأن زي ما قلت لك إحنا قدمنا مباراة حتى إحنا مش بنقول فعلا والله كل شيء أو بمجرد إنه هو أداء مشرف لا فعلا إحنا قدمنا مباراة أمام يعني واحد من المرشحين للبطولة أو واحد منتخب بيلعب في وسط أرض وفي وسط جماهيره وبتعمل ده وبتحرجه فعلا في ملعبه أعتقد كانت مباراة مهمة جدا إن شاء الله لازم نبني ونعتمد على إن الجيل ده يكون هو اللي بيكمل معانا في الفترات اللي جاية وإن دعامه طبعا بالأسماء اللي موجودة مع المنتخب الأول لأن احنا عايزين حط خط مهم جدا إن فكرة المنتخب الأول عامل السن بيزيد عنده فأنا لازم أشتغل على الأولاد دولة مدعا طبع يشتغلوا لي على 20-26 لا قدرت أكتشف نجوم يعني أولمبياد باريس صلعت لي نجوم فعلا في كلات الخدم مؤكد طبعا فكرة إن أنا كنت رايح يعني مش مرشح خالص أو مش حاطت في حساباتي أي حاجة كان الوحيد المؤمن بالفكرة فعلا كان روجيلو ميكالي وكان بيكلم بصدقه وبإيمان إن هو نفسه يكرر إنجازاته وتجربته مع البرازيل مع الكرة المصرية أعتقد إن هو نقل الإيمان ده للعيبة وده اللي ظهر فيه مباراة البطول إيه رأيك في حالة الانسجام اللي تمت ما بين النيني وزيزو والشباب الصغارين إن النقاءة حقيقية ودهت يعني بطولة أولمبياد باريس أعتقد هتكون نقطة فاصلة قبل بقى إن شاء الله ما يبدأ مشواره في نديج جديد في الخليج أتخيل إنني بيعيد اكتشاف نفسه من جديد بيعيد اكتشاف نفسه ققائد للمجموعة ديت وبيأكد إن هو فعلا لعب تكتيكي من الطراز الرائع أتخيل إن هو كان عامل حالة انسجام سواء مع عزيزو أو مع مجموعة العناصر اللي موجودة في نص الملعب كلها المجموعة كلها بصراحة لازم نشيد بيها ونقول فعلا إن هم كانوا رجالة وكانوا تحت قيادة مدرب رائع نتمنى إن شاء الله إن احنا نستغل الحالة ديت ونشتغل عليها في الفترة القادمة كل التوفيق ليهم إن شاء الله والبرونزيك هم من نصبنا شكرا جزيلا شكرا عبد الحميد فراج الناقد أرياضي شكرا جزيلا لك شكرا شكرا جزيلا